ضمن سعيها لتطوير مستوى الخدم العاملين في كافة الأقسام والشعب الخدمية منها والفنية قامت الأمانة العامة للعاتبة الكاظمية المقدسة بتشكيل لجنة من الأساتذة في الاختصاصات الفقهية والعقائدية والأخلاقية بطباعة منهج نموذجي ودورات تثقيفية ودينية بهدف الارتقاء بمستوى العلمي والفقهي والأخلاقي والعقائدي لدى الخدم العاملين في العاتبة الكاظمية المقدسة باعتبار هذه العاتبة هي مكان متصل بالدين وبهذه الروحية وبأعمة أهل البيت فلا بد أن يكون الخدم على نفس المستوى من هذا الاتصال من خلال الارتقاء بمستواهم الفكري ارتأت الأمانة في العامل العاتبة الكاظمية المقدسة على إجراء امتحان في الفقه والعقائد والأخلاق وأيضا سيرة الإمامين بشكل مبسط الفترة ما بين توزيع الكرات وما بين انطلاق الامتحانات كان هناك جلسات فيما بينهم للتذاكر أو للتباحث وأحدهم يسأل الآخر يعني هو المراجعات حقيقة هاي بحد ذاته هي فائدة أنه يعني أدت إلى حركة علمية فيما بين الخدم يعني أحدهم يعلم الآخر أو أحدهم يصمع من الآخر أو أحدهم يستسر من الآخر ففتح حالة إيجابية حقيقة نكست على الجميع عندما انطلقت الامتحانة طبعا تم تشكيل لجنة امتحانية للإشراف على جريان الامتحان وتصحيح الأوراق وأيضا جمع الدرجات وتدقيقها سعت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية منذ سنوات عديدة بالارتقاء بالمستوى الفقهي والعقائدي والأخلاقي لخدم العتبة وكانت هناك عدة برامج لهذه الخطة من يعني إقامة المسابقات أولا إقامة الدورات الإختيارية والإجبارية ومن ضمنها أيضا هذه الخطوة التي نحن في صددها اليوم وهي مسألة الامتحان قمنا بطبع منهج خاص بالفقه والعقائد والأخلاق والسيرة وزع على كافة الخدم كخطوة أولى ثم تبعتها دورات لمن يحب أن يدخل فيها لتوضيح المنهج أو ما تعسر على الخادم فهمه ثم بعد ذلك أقمنا هذا الاختبار الشامل إلى كافة خدم العتبة الذي من شأنه يخدم أولا ذات الإنسان ويخدم عائلة الخادم ويخدم نفس المكان الذي يعمل فيه أستطيع أن أسميها ظاهرة علمية معرفية تنطلق من الحاب الإمامين الكاظمين صلوات الله وسلامه عليهما أحببنا من خلالها أن نعرف أخوتنا الخدم العاملين في هذا المكان بأهمية تعلم المسائل الفقهية الشرعية وخصوصا الابتلاء منها والمسائل العقائدية حيث لا يخفى عليكم يجب علينا معرفة أصول العقيدة بأدلتها والعاملون والخدم الذين هم في هذا المكان يعني ينبغي عليهم أن يكونوا على مستوى المسؤولية وعلى مستوى من المعرفة والثقافة العامة فضلا عن الثقافة العقائدية والفقهية فكانت هذه الدورة التي وقيمت في العتبة الكاظمية المقدسة ومن ثم هذه الامتحانات الاختبارية للخدم الغاية منها هو طبعا تعريفهم أولا ومن ثم تقييم الخدم العاملين وبعد ذلك يمكن أن تقام دورات تخصصية للذين يحتاجون إلى ذلك ويعتبر هذا الامتحان أحد الدورات والورش التدريبية بكافة المجالات والاختصاصات المقامة في رحاب الإمامين الكاظمين عليهم السلام لتبقى هذه الأرض زاخرة بالعطاء لكل المتشرفين بها لقناة الجوادين علي عباس